كود ايفنينج لأحلى جيران بأحلى بنية اللي اكتشفته يا جماعة هو التالي في بعض الاشخاص ببعض المناطق يعني عم نحكي عن الجيران هان بالبنية بس توصل لرجلوشن انت انه الجيران متل البطيخة بالزبط يعني عالسكين يا جيران يا بيطلعوا لك حلوين البعض منن المقلفطين زي الدهب يا بيطلعوا لك عجرين بلعوا النفس انت وحظك عزيزي المشاهد هلا احيانا بيطلع لك جيران معطوه بالبنية بتمشيها احيانا بيطلع لك جيران معطوهين بالبنية كمان بتقطعها بس ما تطلع البنية كلها مضربين ومختلين عقليا هيدي مشكلة مثل ما انا هلا على الان فيها ببعض الاشخاص عم نحكي مش كلها عمشان انت بتصير تحس حالك مستشفى بجانات مع انك بكامل عقلك سني بخليوك تنضرب يعني مثلا عندك الجار تبع دق التوم هيدي انسان عطول بيكون ساكن فوقك يعني مش عم بفهم فق منك عمشان يتمتع بازعاجك و24 على 24 عم بدق التوم فقراسك من الصباح طاق 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 يا خي مش عم بفهم انه كلها التوم وان بروح يعني انت لو عندك محل فراليج بقول الواحد لو عندك مطعم مثلا فاق عامل وبفهمك بس انسان طبيعي لشو بدي دق كلها التوم كل مهار اللي ازا عم بتقبل جرن هو فاضي بس تتزعجني ساعتها انت زبالي مينموم تكون زبالي بيجى عندك جارك الختيار طبع انينة الغاز البعض منهم كمان وكلنا عنده منهم بعيالنا هم الختيار طبع انينة الغاز هيدا دايما توجي عجره اول ما يشوفك اول ما يشوفك عمدخل بناية يلمحك بكون حامل انينة وطالع زي الارد اول ما يشوفك بينشل بحط الانينة على الارد وبيبلش يلطق حكي اخ يا ظهري والله العمر الو حق اخ يا ورقي اخ يا قلبي بينواجع كله من اجر والا راسه كيف بدي طلع بها الانينة وطلع واحمل على التامن هلأ ان شاء الله يجي ابن حلال يحمل على مياه انت بتكون حده عباب الاسنسار بيتطلع فيك انه حس عدمك عمو ازا اصدق انه انا ابن حلال اللي ناطره ليساعدك عم تدعيله وما تدعيله امسوسري بعتزل منك مش انا حبيبي روح تفع الفان لتبع الدكاني وهو بطلع لاخيه اع ظهره معود الزلم يحملها لان انا مش بضطر ينشله مفاصلة عالتامن كمان كل ماء الحظة تخبط لها عكتفة وتقول لي الله يرضى علىك يا ابني كمان بيرشع عندك الجيران اللي بدلو يتخانق ويضربوا بعضه نهار كل الوقت بحسوك انك عايش بمسلسل لبناني كل نهار بتسمع تكسير صحون وكبيات وبهدليل عن الساعة اللي تجوزت عقفيها تفوع عليك تفوع عليك انت طلقني ما بطلقك راح ضب الشنطة استرجي ضب بيها راح تلفل لقية تفوع على خيك وتخوفيني بخيك وخبيط وضرب بس سبحان الله مجرد ما تلتق فيهم بالمدخل او الاسنسار بيصير راميو جوليان نمسكو ادام بعضهم عصر في حب يعني اوكي بكون لابسين احوانات شمس عمشان الخضيط والضرب وفي هاني اه كله مزرق يعني عرفت في دكار جديد بالخلقة بس بيفرجوك ان الحب اكبر من المشاكل واخيرا يا جماعة عندكم اهم ناع بالعالم بعض الاشخاص بالجيري عندهم اهم ناع بالعالم هو اتنان مجاوزين جديد بحبه بعضهم وكل ما ضربت دا ينطق على الحاج بيكون عم تقول لها زوجة حياتي انسي بيطق على الاوضة وبقول لها اوكي حياتي لايه حقيق صباح ظهر لال فجر انصم قضينا من الحمام لالاوضة موضة الحمام هاك الحياة حقيقة هال احلى ناع جيران بالعالم لانه ما بتصبح صوتهم الا بقولت النام واذا عم تسألوا كيف بعرف انا عمشان كل مرة انا بسبوع انا عمشان اتطمل شو عم بصير والعملية ماشي صح عمشان الجار قبل الضار